السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم النهاردة نشرح الدرس الثالث موقع مصر بالنسبة إلى العالم من الوحدة الأولى بلدنا ورموزه الوطنية من منهج الدراسات الاجتماعية الجديد للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراس الأول الدرس الثالث موقع مصر بالنسبة إلى العالم تفاعل الأرض تتكون من قرات ومحيطات إبا الأرض تتكون من قرات ومحيطات إيه هي القررة؟ القررة مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول إبا القررة مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول أما المحيط مساحة واسعة من المالح ذات أعماق كبيرة يبقى الأرض تتكون من قارات ومحيطات القارة تعرفها مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول أما المحيط مساحة واسعة من الماء المالح زات أعماق كبيرة طب إيه هو تعريف الموقع الجغرافي اللي هو موقع المكان بالنسبة ليابس والماء إذن الموقع الجغرافي تعريفه موقع المكان بالنسبة ليابس والماء أول حاجة عندنا نعرفها مما يتكون العالم يتكون العالم من سبع قرات يبقى العالم يتكون من سبع قرات وخمس محيطات هنا عندنا قارة آسيا قارة أوروبا قارة إفريقيا دول بنسموهم قارات العالم القديم قارات العالم القديم آسيا أوروبا إفريقيا في بعد كده عندنا قارات العالم الجديد بتشمل قارة أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية قارة أستولاريا والقارة القطبية الجنوبية أنتراكيتيكا القارة القطبية الجنوبية أنتراكيتيكا دور قارات العالم الجديد تشمل قارة العالم القديم قارة أمريكا الجنوبية السطولاريا أنتراكيتيكا القارة القطبية الجنوبية هنا يجيب لك سؤال يقول لك أكمل من قرات العالم القديم يجيب لك ثلاث نغط فنقوله إفريقيا، آسيا، أوروبا ما هو موقع مصر الجغرافي بالنسبة للعالم؟ إذا نعرف موقع مصر الجغرافي بالنسبة للعالم أشاد العديد من الكتاب والمفكرين ومنهم الجغرافي يمال حمدان بأهمية موقع مصر بين قرات العالم القديم وأثروا على الاقتصاد المصري والعالمي حيث أول حاجة عندنا مصر تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا يبقى مصر تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا إذا تقع في قلب قرات العالم القديم إذا تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا استقع في قلب قارات العالم القديم يحيط بها اليابس يحيط بها اليابس من الغرب إذن من الغرب يحيط بها اليابس لدولة ليبيا من الجنوب السودان من الجنوب السودان بعد كده يحيط بها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر الأحمر يبقى مصر تقع في الرقم الشمال الشرق لقارة إفريقيا تقع في قلب قارات العالم القديم هنا يحيط بها اليابس من الغرب ليبيا من الجنوب السودان ويحيط بها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر الأحمر تعد مصر قلب الوطن العربي الذي يمتد بين قارتين آسيا وإفريقيا تعد مصر قلب الوطن العربي الذي يمتد بين قارتين آسيا وإفريقيا هنا يجيب لك السؤال بيقول لك أكمل عبارتين الآتياتين واحد يحد مصر من الشمال البحر المتوسط ويحدها من الشرق البحر الأحمر في رقم اثنين تقع مصر في الرقم الشمال الشرق لقارة نغط لقارة إفريقيا ما أهمية موقع مصر بين قارات العالم القديم وأصرف الاقتصاد المصري والعالمي قديما وحديثا فنقول إيه ساعد موقع مصر الجغرافي على تسهيل الاتصال بجرانها تجاريا وحضاريا يبقى موقع مصر الجغرافي ساعد على تسهيل الاتصال بجرانها تجاريا وحضاريا فكانت مصر مركزا تجاريا ومعبرا للتجارة الدولية بين الشرق اللي هي آسيا والغرب أوروبا والأمريكتين إيه ساعد على تسهيل الاتصال بجرانها تجاريا وحضاريا مصر كانت مركز تجاري ومعبرا للتجارة الدولية بين الشرق في مقارة آسيا والغرب أوروبا والأمريكتين قديما واحد نهر النيل أضاف نهر النيل أهمية كبرى للموقع مصر يبقى نهر النيل أضاف أهمية كبرى للموقع مصر حيث عاش المصريون على ضفتيه وأقاموا بأعمال الزراعة يبقى المصريين عاشوا على ضفتيه نهر النيل وأقاموا بأعمال الزراعة استغدم كطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها يبقى نهر النيل استغدم كطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها وكذلك بين مصر والدول وسط إفريقيا وكذلك بين مصر والدول وسط إفريقيا مما ساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة وازدهار الاقتصاد المصري يبقى نهر النيل عاش المصريين على ضفتيه وأقاموا بأعمال الزراعة استغدم كطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها وكذلك بين مصر والدول وسط إفريقيا مما ساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة وازدهار الاقتصاد المصري تاني حاجة عندنا قبل حفر قناة السويس كانت مصر مركزا تجاريا بين قارة آسيا شرقا وقارة أوروبا غربا حيث كانت السفن تسير كالآتم يبقى مصر كانت مركز تجاريا بين قارة آسيا شرقا وقارة أوروبا غربا السفن كانت تسير كالآتم كانت البضائع تأتي من آسيا عبر البحر الأحمر حتى السويس قبل حفر قناة السويس البضائع كانت تأتي من آسيا عبر البحر الأحمر حتى السويس ثم يتم نقلها برا من السويس حتى نهر النيل يتم نقلها برا عن طريق البر من السويس حتى نهر النيل ومنها إلى البحر المتوسط لاستكمال طريقها إلى أوروبا كان هذا يأخذ الكثير من الوقت والجهد والمال كان هذا يأخذ الكثير من الوقت والجهد والمال ولكن كان ذلك أفضل من الضواران حول قارة إفريقيا كان ذلك أفضل أفضل من الضواران حول قارة إفريقيا إذا قبل حفر قناة السويس كانت البضائع تأتي من آسيا عبر البحر الأحمر حتى السويس ثم يتم نقلها برا من السويس حتى نهر النيل ومنها إلى البحر المتوسط لاستكمال طريقها إلى أوروبا كان هذا يأخذ كثير من الوقت والجهد والمال ولكن كان ذلك أفضل من الضواران حول قارة إفريقيا حديثا بعد حفر قناة السويس نلاحظ ذلك من الشكل التالي الذي يوضح الفرق بين طريق قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح فهنا عندنا بيقول لك طريق رأس الرجاء الصالح طريق كانت تقطعه السفن حول إفريقيا وكان يأخذ كثير من الوقت والجهد والمال طريق رأس الرجاء الصالح طريق كانت تقطعه السفن حول إفريقيا طريق كانت تقطعه السفن حول إفريقيا وكان يأخذ كثير من الوقت والجهد والمال طب حديثا طريق حديث طريق جديد له قناة السويس طريق جديد له قناة السويس طريق جديد له قناة السويس تضاعفت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس مما أدى إلى تقليص مدة الإبحار بين أسيا وأوروبا توفير الوقت والجهد والمال توفير الوقت والمال والجهد تضاعفت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس مما أدى إلى تقليص مدة الإبحار المدة اللازمة للإبحار بين أسي أوروبا قلت وتم توفيره الوقت والجهد والمال قناة السويس الجديدة ازدادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس الجديدة عام 2015 ازدادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس الجديدة عام 2015 مما ساعد على تقليل زمن مرور السفينة في القناة من 20 ساعة إلى 11 ساعة فقط تقليل زمن مرور السفينة في القناة من 20 ساعة إلى 11 ساعة فقط استيعاب سفن أكبر حجما وحمولا استيعاب سفن أكبر حجما وحمولا والسماح بمرور السفن في الاتجاهين استيعاب سفن أكبر حجما وحمولا والسماح بمرور السفن في الاتجاهين مرخص الدرس الدرس السالس هنا قلنا نحن يتكون العالم من القارات عبارة عن مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول ويتكون العالم من سبع قارات المحيطات مساحة واسعة من المياه المالحة ذات أعماق كبيرة ويتكون العالم خمس محيطات بعد كتكلمنا عن موقع مصر موقع مصر قلت تقع في الرقن الشمال الشرقي لقارة إفريقيا الرقن الشمال الشرقي لقارة إفريقيا يحيط بها من الشمال البحر المتوسط من الشرق البحر الأحمر ويحيط بها اليابس من الغرب والجنوب تعد قلب الوطن العربي الذي يمتد بين قارتي آسيا وإفريقيا بعد كتكلمنا عن أهمية موقع مصر ساعد موقعها الجغرافي على تسهيل الاتصال بجرانها تجاريا وحضريا كانت مركزا تجاريا ومعبر للتجارة الدولية بين الشرق والغرب بعد كي تكلمنا عن أهمية موقع مصر تجاريا قلنا قديما نهر النيل عاش المصريون على ضفتيه وقاموا بأعمال الزراعة استخدم كطريق للتجارة بين شمال وجنوب مصر وبين مصر والدول وسط إفريقيا وساعد على قيام الحضارة المصير القديمة وازدهار الاقتصاد المصري قبل حفر قناة السويس كانت مصر مركزا تجاريا بين قارة آسيا شرقا وقارة أوروبا غربا كانت السفن تقطع طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا حديثا قناة السويس تضاعفت أهمية الموقع بعد حفر قناة السويس ترتب على حفرها توفير الوقت والمال وتقليل مدة الإبحار بين أسيا وأوروبا قناة السويس الجديدة بعد حفرها زادت أهمية موقع مصر وساعد ذلك على تقليل زمن مرور السفينة واستيعاب أكبر السفن حجما وحمولا السماح بمرور السفن في الاتجاهين وبكده كنوصلنا معاكم من هاي الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة